محمد مجدوبي بالأمس حديثنا اليوم هو في موضوع سيكون حول حوادث السير غير خاف على الجميع الرابط بين موضوع التبرع بالدم اليوم أمس وحوادث السير محمد مجدوبي كما تحدثنا في صباحيات الأخبار هناك حديث عن انخفاض طفيف في عدد القتلى قتلى حوادث السير نعم محمد هناك انخفاض في عدد القتلى ولكن هناك زيادة في عدد حوادث السير فحسب أرقام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فإن عدد الحوادث السير بلغ سنة 2017 نحو 90 ألف حادثة سير وهو ما يمثل محمد زيادة بنسبة 10% بالرغم من هذا الزيادة في عدد حوادث السير هناك انخفاض طفيف جدا في عدد القتلى نعم محمد هناك انخفاض بسيط في عدد القتلى وفي الحوادث المميتة حيث تقول أرقام وزارة التجهيز والنقل أن عدد الحوادث المميتة تقلص بنسبة 2.47% إلى 3085 حادثة فيما انخفض عدد القتلى بنسبة 2.62% مع تسجيل سقوط 3499 شخصا قتيلا بسبب حرب الطرق لكن وفي المقابل انخفاض عدد القتلى ارتفعت عدد الإصابات الخطيرة والتي ارتفعت بنسبة 2.5% حيث أصيب 9175 شخصا بإصابات خطيرة جراء حوادث السير السنة الماضية وهو ما يتطلب معه محمد جهود مضاعفة من إجل مواجهة هذه الآفة يشكل تحدي حقيقي للجهات المعنية بحوادث السير هناك خطة عشرية على مدى 10 سنوات تقريبا العام 2017 تنتهي في العام 2026 هل هذه الخطة ماذا عن طموحة؟ نعم محمد هذه الخطة نحن في سنتها الثانية والذيها طموحات كبيرة يبقى هدف الرئيس منها تخفيض عدد الوفايات بنسبة 50 في المئة عام 2026 ولكن وقبل هذا الأجل تطمح الحكومة إلى تقليص عدد الوفايات بنسبة 25 في المئة في أفق 2021 الاستراتيجية تركز بشكل كبير على محور توعية وتحسيس مستعملية الطريق وذلك بالنظر إلى إجماع مختلف الدراسات الوطنية والدولية على أن العامل البشري يتدخل بنسب تتراوح بين 80 و90 في المئة في وقوع حوادث السير محمد وهذا ما يتطلب عملا أكبر على مستوى التحسيس تحسيس المواطنين بمخاطر حوادث السير هناما كمان الصعوبة لأن المسألة تتعلق بالعنصر البشري الذي حسب الدراسات كما ذكرت يبقى مسؤولا عن نسبة كبيرة من حوادث السير ليس البنية التحتية ليس التجهيزات أو غير ذلك